موسيقى اي معاذية قوي جميلة هي طبعا تقصد بها يقصد بها حرفيا ارشاليم ما بعد السبي يعني السبي هينتهي وارشاليم هيرجع ليها المجد تاني وبرضه مقصود بها في ملء الزمان لما ربنا ينسوع المسيح لو المجد تم الخلاص بصليبه وموته وقيامته وبعدين ارشاليم هني يا كنيسة العهد الجديد الخلاص اتشال عنها الحزن والنوح والمزلة وعاشت في الفرح الكبير فرح الخلاص ودي تشمل كل الشعوب وكل الامم فعشان كده الاية دي اية معاذية انه مهما كان الانسان كمان على المستوى الشخصي كل واحد فينا مهما كان حزين وتعبان ونفسيته محطمة فرسالة ربنا بيقول لكل واحد فينا اخلع حلة النوح والمزلة وإلبس توب البر الذي من عند الله الى الابد ربنا مجهز لك توب بر وتوب مجد ونعمة وبرقة وقوة وتعزية فما تعودش شايل كتير الهم اخلع التوب بتاع الهم والحزن ولبس التوب الحال ولربنا عاوز دهولك توب الفرح والمجد والتسبيح يا بخت الانسان اللي دايما بيلجأ لربنا وبيصلي ربنا وبيصرخ لربنا في قلم وتعبه فيتحول الحزن الى فرح وده اللي قاله المسيح لو المجد لما شاف التلاميذ حزانة لاجل الكلام عن الصليب كتير قال لهم اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم شفنا بعد الايامة لما ظهر ليهم يقول فرح التلاميذ ازراء الرب فربنا قادر انه يحاول كل احزننا لافراح وكل الامنا لتعزيات وكل خزينا لمجد بنعمته ومحبته وتدبيره وبره الالهي بدون اي سبب فينا احنا لا نستحق شيء لكن هو ربنا بمحبته ومرحمه الالهية بيحول العار لمجد زي ما كان قال لصباط في الحملة بتاعها قالت لينزع عاري بين الناس العاربة علي صباط ده تحول الى مجد ان هي خلفت اعظم مواليد النساء فطبعا هي بعد كده اكيد كانت فرحانة انها قعدت ما خلفتش وانها قعدت في العاردة لانه ده كان الطريق للمجد الالهي اللي ربنا عاوز يسبوغ عليها عشان كده القاية بتاعت النهاردة دي ممكن كل واحد فينا اعتبرها رسالة شخصية لي ان ربنا بيدي له التعزي دي والنعمة دي في وقت الحزن والقلم والديء واحساس الخزي اوقات من بعض الامور لان ربنا هيحول كل شيء للمجد عشان كده بيقول في سفر بروخ صح خمسة اية واحد اخلاعي يا ارشاليم حلة النوح المزلة والبسي ثوب المجد من عند الله الى الابد البسي ثوب البر الذي من الله واجعالي على رأسك تاج مجد الاذلي لإلهنا كل مجد وكرامة للابد امين اشتركوا في القناة